تاقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومديرية الشباب ورياضة لولاية البوليدة الأربعاء المقبلة اجتماعا من أجل دراسة كل الجوانب المتعلقة بنهائي كأس الجمهورية في طبعته الخمسين الذي يجمع ملودية الجزائر بشبيبة القبائل المقرر في الفاتح ماي بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة هذا الاجتماع سيتناول كل النقاط التي تخص النهائي مثل التذاكر والأمنة بالإضافة للجانب التنظيمي من أجل إنجاح عرس السيدة الكأس اشتركوا في القناة